مرحبا معكم كارمي شماس كيف بدي يكون يوم الجمعة 30 أكتوبر 21 شوفي عنا بهذا اليوم اليوم الأمار بعده نكمل معنا لليوم فينا نقول تقريبا التالت على التوالي من برش الحمل وباقي حتى الساعة 9 و 3 المساء توقيت العالمي يعني الساعة 11 و 3 المساء توقيت بيروت يلعب يتابعني من القارة الأمريكية بيعمل حسابه أنه بعض الظهر أو يمكن الظهر حسب وين أنتوا بأي منطقة بالقارة الأمريكية الأمار رح يترك برش الحمل ورح ينتقل لبرش الثورة فكيف بدي يكون نهارنا البداية مع برش الحمل موالي برش الحمل حاولوا اليوم أنكم تحاولوا بقدر المستطاع أنكم توصلوا لها الاتفاقية توصلوا لها النتيجة توصلوا لها المساومة يعني العمل يلي عم تشتغلوا صار وقت أنه يخلص وتنهو وتطوى صفحة أكتوبر إذا أنتوا بدكن ظلكن بعدين عن المشاكل والسرعة 5-6-7 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور موالي برش الثور هذا اليوم أنت بتعرف وإنت بتعرفي إذا عم بتتابعوني بالأبراج وخاصة باليومين اللي ما رأوا أنه الجو عندكم اليوم بعده غير واعد هلأ يلي بالقرى الأمريكي بعض الظهر رح تتحسن عنده الأمور بشكل بارز أما بقية الناس الأحوال عندها الفلاكية بطيقة بتزهق بتضجر مثل ما نقول بلبنان بتغبب على القلب يعني بديء خلقه الواحد وبعد من أسوأ أيام الأسبوع فكونوا حذرين خاصة مجرحة بكرر 29-30 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء أنا برأيي أنه يشهل بعمله وبيشغله ونصيحة يطوي يطوي شهر أكتوبر بيكامله بيكامله قبل ما ينتقل أمر لبرش الثور حاولوا تتواصلوا مع ناس بقدروا يساعدوكم يعني حتى الشغلة أي مسؤولية عندكم إياها بدل ما تاخد ساعتين وثلاثة إذا استعنتوا بأشخاص ساعدوكم بتاخدوا على الأقل ساعة أقل أو يمكن أكتر فشهلوا لما الأمر بيصير ببرش الثور رح تدخلوا بمرحلة من الكسل وما بيعود يطلع على بيلكم تشتغلوا وفي احتمال إنكم تتأخروا أو تتعرقل معكم طريق الرجعة فكونوا حذرين خاصة 12-12 و12 حزيران يونيو بالنسبة لبرش السرطان موالي برش السرطان الأمر جيد جدا فلكيا أنه الأمر ينتقل لبرش الثور لأنه في صداءة فلكية بين الأمر والشمس لما الأمر ببرش الثور والشمس ببرش العقرب صحيح هي مواجهة فلكية لك بالنسبة لموالي برش السرطان هي عامل فلكي ممتاز لكن لما الأمر بيكون بعده موجود ببرش الحمال في احتمال إنه هالأمور يلي أنتوا بعدكن عم تشتغلوا عليها وعلى الأرجح بعد ما خلصت عم تشتغلوا عليها من يوم الأربعة وبعد ما خلصت أنا برأيي إنه إذا بدكن تأجلوا شوي كمان منيح بس لكن تذكروا إنه اليوم الجمعة يعني يوم السبت ما في شغل حتى في ناس يوم الجمعة مش عم تشتغل لذلك حاولوا تاخدوا الأمور بهدوء إذا ولا بد أن تخلصوا أشغالكم وتسلموا اليوم يعني اليوم يعني الديدلاين هو اليوم المهلي فبدكن تحطوا حالكم بالأجوة أنه هو يوم مهم جدا والخطأ ممنوع ولكن نجم تكون قوي جدا بالنسبة لبرش الأسد اليوم مولو برش الأسد نهار بيساعدك من الأيام يلي تقدر تبرر فيها أخطائك بسهولة والناس بتقبل أو بتتقبل اقتراحاتك وتبريراتك لكن هذا الأمر ينطبق فقط لما الأمر بيكون ببرش الحمل لما بينتقل لبرش الثور رح تدخل في خضم هذه المواجهة الفلكية من الأمر والشمس وهذا الأمر بيزعجك شوي فخصص عطلة الأسبوع للهدوء والرواق ولا تبعيد عن المشاكل فنصيحة حلة قبل ما ينتقل الأمر لبرش الثور خاصة 1-2 آب أغسطس وموالي تموز يوليو بالنسبة لبرش العذراء أنا بعتبر هذا اليوم حلو ويمهد لإشياء أحلى هو حلو رح يحلو كل ما قربنا صوب بعض الظهر صوب غياب الشمس وصوب المساء رح بتكون الأجواء حلوة كتير طبعا يلي عايشين بقارة الأمريكية رح يبلشوا من الظهر أو بعض الظهر يحسوا بتقدم رائع جدا بالمعنويات وبالأعمال وبالتحركات وبتفاهم الناس تعاطفوا الناس معكن الأمور رح تقلب كتير لصالحكم يمكن مش 180 درجة لأنه الوضع هلأ تحت تأثير الأمر برش الحمل ليس سلبيا لكن لما يصير الأمر في برش الثور برشها تكرر تسعة وثلث المساء توقيت العالمي يعني 11 وثلث المساء توقيت بيروت نجم كون سوف يلمع بقوة بقوة كلكن فيكن كلهم محظوظين اليوم بشكل خاص موليد أب أغسطس أيضا 1-2-13-20 سبتمبر بالنسبة لبرش الميزين من الأبراج يلي رح ترتاح إنه عم بتودع كوكب المريخ من معاكسته لكن نحنا عم نحكي عفوا الأمر من برش الحمل لكن نحنا بنعرف إنه كوكب المريخ بعده موجود في برش الحمل فبعد فيه لشعوريا من جوة عم بتحسوا إنه في شي مدايقكم شخص مدايقكم عم بيخليكم دايما دايما سريعي الانفعال ووجود الأمر أصلا في برش الحمل عم بيزيد وبيضخم هذه الانفعالات والمشاعر والعواطف السلبية أو الانفعالية المهم رح بتخف هذه الضغوط لما الأمر بينتقل لبرش الحمل لكن بهذا الوقت كل شي والأمر موجود ببرش الحمل بتكونوا ناضجين بتصرفاتكم بعملكم بتكونوا تفهموا ولاتكم موالي برش الحمل إنه يطولوا بينهم عرفاتهم عخواتهم مش إنه يعجلوا ما بتلاقون إلا شي واقعين عركبهم شي واقعين فيتين بالحياتي أما بيعملوا مشاكل بتكونوا تطولوا بينكم عليهم لأنه مزاجهم رح يتغير فطولوا بينكم خاصة موالي 19-11 أكتوبر الأكثر حظا هو مولود 25-26 و 27 سبتمبر بالنسبة لبرش العقرب مولود ببرش العقرب وجود الأمر ببرش الحمل أمر جيد نسبيا لأنه في القديم كوكب المريخ بيحكم كان ببرش العقرب كمان ببرش الحمل فكوكب المريخ بشكل عام لما بيكون ببرش الحمل منه عاطل بالنسبة للكم بيعطيكم قوة كتير وعلى الأرجح حسيتوا أنتو بهالقوة الأربع الخميس واليوم جميع الأحوال موالي ببرش العقرب لما الأمر بيصير ببرش الثور اليوم رح تتغير الصورة ورح بتلاقوا حالكن صحيح أقوياء كنتوا بهالثة أيام أربع أيام خمس أيام رح تلاحظوا أنه رح بتصيروا أقوى لكن كمان في احتمال أنه تكونوا أكثر استبدادا أكثر ظلما أكثر تسرعا وأكثر ما رح قول أنه بتجرحوا الناس لكن في احتمال أنه كلامكن يكون شوي برات لحدود خاصة مع أحبائكم من ناحية الإيجابية عنكم طاقة كتير كبيرة عم بحكي عن تأثير الأمر ببرش الثور لإلكم لأنه يلعي عايش بالقارة الأمريكية كلها من فوق لتحت شمالية جنوبية بدون ينتبهوا لما الأمر يوصل بنهار لعندهم برش الثور فبتكون تنتبهوا جميع الأحوال بعد معكم هذا اليوم لتستفيدوا منه خلصوا أشغال شهر أكتوبر اليوم ما تنطروا للثبت بشكل خاص بعدنا بكرر واحد واثنين ثلاثة نوفمبر بالنسبة لبرش القوس وجود وجود الأمر ببرش الحمل هو بمثابة إشارة حلوة لألكم دعم لألكم يمكن راية سلام راية بيضة حلوة يمكن فيه ناس فيه أشخاص عم بيحاولوا يصلحوا الأمور فبتكون تنتبهوا مين اللي قرب صوبكم مين اللي حاول ياخد خطوة تجاهكم باتجاه المصالحة مش باتجاه المشاكل بيقديكن مشاكل ثانين وثالاتة فاليوم هو مثل كتاب مفتوح قدامكن تختاروا الأجمل تختاروا الأجمل لما بيوصل الأمر لبرش الثور بكن تقولوا أنه دخلتوا بمرحلة مكركبة وعطة الأسبوع رح بتكون مكركبة يلي عم بيتابع الأبراج الأسبوعية بيعرف شو قلت فخلينا نحكي عن فترة وجود الأمر ببرش الحمل هي الأفضل للكون فما تتأخروا يلي معقول يكون عنده شوية متاعب 10-13 ديسمبر بنت إلا برش الشدي مولو برش الشدي على أحر من الجمر بانتظار وصول الأمر لبرش الثور واحتمال أنه يكون في عنا تأثيرات جدا جدا ممتازة للكون مع اكتمال الأمر في برش الثور فمولي برش الشدي ما تحرقوا خط الرجعة ما تكون طولوا بيلكون خلوا شهر أكتوبر يقطع بسلام على الأقل خلوا يوم الجمعة يقطع بسلام لأنه رح تكونوا فعلا فعلا من الناشحين من الأقوياء من أكثر الأشخاص اليوم عندهم مجال لحتى يخلصوا أشغالهم لكن المشكلة الوحيد أنه أحيانا تغرقوا بفنجين قهوة بسبب شخص كلام معسول عم بيحاول يتقرب منكن يمكن بتحبوه يمكن ما بتحبوه يمكن غريب يمكن صديق فبتكن تنتبهوا لهذه النقطة اللعب على العواطف اليوم كنت تنتبهوله طولوا بالكن برمجوه لحتى يوصل الأمر برش الثور ساعتها بتعملوا البالكنية الأكثر حظا 1-2-10-11 كنون الثاني يناير بنتقل لبرش الدلو موالي برش الدلو ما تنطروا هالأمر هالأمر ببرش الثور نوعا ما بيلعب على الوتر الحساس بيزعجكن بيضيقكن بيعصبكن أو بيبعدكن عن حياتكن الاجتماعية أو العائلية لأنه بيحطكن بمزاج انتو ما عم تعرفوا شو هي القصة هلأ طبعا بهالفترة ما كتير فيه نشاطات كتير كبيرة لكن مشاميع الأحوال نوعية الوقت هي نفسة فبتكن تنتبهوا ما تفشوا خلقكن بالبيت مع أهلكون وولادكن بهالوقت الأمر موجود ببرش الحمل هي الفترة الأفضل يوم الجمعة وأفضل يوم السبت والأحد وبالتالي إذا في شيء بكنت تحكوه حكوه اليوم ما تخافوا ما تستحوا وتذكروا أن الكلمة اللي بتكنت تقولوها أي عمل بتكنت تقولوه ما تتركوا ذيول أبدا لوقت الأمر بيدخل لبرش الثور أو للسبت والأحد هاي ناصحتي خاصة مواليد 29-30 كانون التامية نعير وأيضا أصلا مواليد جميع مواليد كانون التانية نعير نكمل مع برش الحوت مواليد برش الحوت يوم رائع من القيام الحلوي أصلا كل هالأسبوع أنا بعتبره أسبوع مهم جدا وكأنه بلش تفتح قدامكن فمواليد برش الحوت أنتو اليوم أشخاص شو ما لبستو شو ما عملتو طبعا أشياء إيجابية رح بتكون مصدر أو سبب أنه حدا يأما يقول شو بهون يستحلوا اللي عاملينه يحسدوكن على بعض الأمور بطريقة إيجابية فأنتو اليوم لفتين للأنظار تلفتوا الأنظار بكلامكن بهيبتكن بأناقضكن بجمالكن وبيحسن أخلاقكن يوم نهار ممتاز من أوله لآخره ومش بس هيك سوف يمتد إلى كل عطلة الأسبوع أنتم الأنشط والأوفر حظا بختم مع مولود اليوم بقلو لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة تترك هذه السنة الكثير من البصامات هذه السنة تترك بصامات مهمة على صعيد الشغل وعلى صعيد الصحة إن كان بداية شغل نهاية شغل ثم انطلاق في البحث عن مصدر رزق جديد أو يمكن حتى اهتمام جدي وجذري في الأمور الصحية وفيها تكون للأفضل طبعا ومفروض تكون للأفضل نوفمبر ديسمبر أدار مارس أيار مايو حزيران يونيو وتاموز يوليو من أفضل أشهر وادعكن إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر